المتابع الأغنية ليش أكو أغنية يحب يستمع لها دائما وليش أكو أغاني يسمعها بدون أن يملها وليش أكو أغاني يسمعها ويحبها ويملها بعد فترة يمكن تسألوني ليش غنت أغنية الولد الأغنية طبعا للفنان حضاري أبو عزيز غنيتها لأن شعرت أن هذه الأغنية ممكن تغنى في أي وقت وفي أي زمن لأن شعرت أكو بها أصالة يمكن الأصالة متأتية من الفنان نفسه وأنا أعتقد أن الأصالة تجي بارتباط الفنان نفسه بالأرض وبالقضية اللي هو يفكر أنه قضية صحيحة لو أخذنا يعني بدون مقارنة لو أخذنا أغاني الفنان سيدة رويش نسمع أنه قدمت أغاني إلى في فترة زمنية معينة وتكررت وبعدين قدمت بآلات غربية تشعر بها دائما أكونكها جديدة قابلة للتطور لكن دائما لما ترجع إلى الأصل تشعر بالأصالة وأنا باعتقادي أقولها المرة الثانية لأن الفنان الحقيقي هو اللي عنده قضية يريد يطرحها ويطرحها من خلال ارتباطه بالأرض ومن خلال ارتباطه بالواقع فاختياري لأغنية الولد بولد لأنه شعرت أكو هناك أصالة طبعا غنيتها مع آلات شرقية كأغنية كاملة وغنيتها مع آلات غربية كل واحدة منها الهنكة خاصة لكن نيناتهم جميلة والأجمل تبقى هي أغنية الأصل المترجم للقناة 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 المترجم للقناة